تحت مبادرة طائرات الرحمة أطلقت قوات تحالف دعم الشرعية أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة اليمنيين وبتنسيق دولي مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث ومنظمة الصحة العالمية شهدت صنعاء نقل دفعة أولى من المرضى إلى الأردن المبادرة لقيت إشادة أممية ودولية بجهود كل من السعودية ومصر والأردن وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العقيد الركن تركي المالكي أشار سابقا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية عندي ولدي مريض عنده تشوى خلقي في العمود الفقري والحمد لله الآن بدأت الرحلة يعني كنا موعدين من قبل سنة ونصف هذه الرحلة وتم الافتتاح قبل ثلاثة أشهر بلسنا في الفندوق أكثر من ثلاثة أشهر والآن استجابوا لنا والحمد لله هذه بداية خير وبالنسبة افتتاح المطار هو يعني كيوم عيد فرحة لليمنين تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي إطار جهوده الإنسانية كان أطلق الأسبوع الماضي جسرا للغرض ذاته بالتنسيق مع مصر والأردن فيما حددت الأمم المتحدة قائمة أولى تضم أكثر الحالات المرضية تضررا تم نقل أصحابها على متن طائرة أممية إلى عمان في الأردن وينتظر أن تليها ثلاث رحلات طبية أخرى هذا الأسبوع لتنقل إجمالا ثلاثين مريضة تم التمويل بواسطة عدد من المنحين بينهم منظمات إنسانية وحكومة الكويت وبالطبع المملكة العربية السعودية التي جندت إمكاناتها لإنجاح هذا العمل وجلب المرضى إلى هنا جهات طبية قدرت عدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي طبي عاجل بحوالي اثنتين وثلاثين ألف حالة بينها حالات لزراعة الكلا وعمليات القلب ترجمة نانسي قنقر